السلام عليكم أيها الشعوب العربية وخاصة الشعب السعودي والسوري في مقالتين بالقدس العربية مهمين كتير أرجو أن تقرؤوهم واحدة اسمها في فن التقطيع النظيف الغرب بوصف مرجعية أخلاقية لمحمد سامي الكيال أعيد في فن التقطيع النظيف نقطتين الغرب بوصف مرجعية أخلاقية لمحمد سامي الكيال يقول بهذه المقالة أن سقوط الغرب على جرائم بشار الأسد وتماديه في الكيماوي وسجن المعتقلين هو الذي جعل ابن سلمان يتمادى في الاغتيالات بحماقة وبتصوير علنا الجريمة والتسجيلها فالمهم الحقيقة في نقاط كتير مهمة يتكلم عن أسلوب الجرائم وأسلوب الاغتيالات أنه كيف أيضا أصبح سخيف ولا يستطيع أن يخفو الجريمة وكيف صارت كل هذه الأشياء طيب أقرأوا هذه المقالة ويتكلم عن جون لنن وجون كندي وأولوف بالما الرئيس وزراء السويسري أو السويدي من زمان ثم هناك مقالة تانية الحقيقة أريد منكم أن تقرؤوها وتعرفوا كيف بن سلمان وعصاباته والأمريكيين اليمينيين المتعصبين كيف يشتركون في جرائم كثيرة المقالة الأخرى هي نقاض التهديدات والقنابل والطرود المشبوهة من أعراض الشيطنة السياسية في عهد ترامب هذه من قبل رائد صالحة أيضا مقالة أخرى يعني أتكلم عنها رائد صالحة في القدس العربي طيب فيقول رائد صالحة أثارت الطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى باراك أوباما وهيلاري كلينتون وCNN ومحطات تلفزيونية مخاوف جديدة بشأن العنف في بلد يشهد استقطابا سياسيا قبل أسبوعين من الانتخابات النصفية التي قد تغير هيكل السلطة في واشنطن فبعدين بالمقالة يستمر رائد صالحة ويقول يعني اتهم أليكساندر سوروس بن جورج سوروس بشيطنة جميع المعارضين السياسيين ماشي وما نتكلم في المقالة عن أنه شو صابي مبنى تايم وورنر وأريك هولد وديبي واثرمن ويقول أنه قد يكون في بعض المعلقين أنه قد يكون بن سلمان يعني يتعاون مع اليمينيين المتطرفين بالبلبلة وبعث هذه الطروض فأن التجاوزات محمد بن سلمان قد تكون وصلت إلى أنه يدعم اليمينيين المتطرفين لكي يعني يبلبلوا في انتخابات دموقراطية فهذا بن سلمان يعني شيطنته وتصرفاته يعني تصبح أسوأ إلى أسوأ فيتعاون مع عصابات دولية فيحاول أن يؤثر على الانتخابات لكي يدعم ترامب أو عصابات ترامب فأقرأوا هذه المقالة كثير كثير مهمة ماشي نقاض التهديدات والقنابل والطروض المشبوهة من أعراض الشيطن السياسية في عهد ترامب كاتب المقالة هو رائد صالحة في القدس العربي نعود للمقالة هذا الرجل الذي ذكر محمد سامي كيال النقطة أخرى يذكرها هي يقول اعتبار الاغتيال والتصفية فعلا ملازمة للسياسة لا يعني شرعنتها أو تبريرها فهذه نقطة مهمة يذكرها هو والتنكيل الجماعي والمجازر أساليب معروفة ومتداولة في تحقيق الغاية أو الغلبة تعفي الأنظمة من الاضطرار للاعتراف المذل فهذه نقطة أيضا بالمقال أرجو أن تقرؤها ويقول أنها بعد عدة أسطر وكانت تملك غطاء سياسيا ودوليا ما وكانت تملك غطاء سياسيا ودوليا ما ما يعفي المجرمين من المحاسبة والأعواقب الكارثية لفعلتهم فيعني يتطلق للنقاط كثير مهمة الحقيقة وكثير يعني فيها دروس وعبر فأرجو أن تقرؤوها وتنتبهوا إليها وتعرفوا أن الأخلاقيات كيف يتلاعب بها والمصالح السياسية كيف يعني تؤثر وكيف أن بعض الزعماء والرؤساء يعني يتلاعبون بمدراء شركات وبمدراء مخابرات وبمدراء أحزاب وغير ذلك فأرجو الاهتمام بالوعي الإعلامي والوعي السياسي أيها الشعوب العربية وإذا سقط محمد بن سلمان أرجو أن تفكروا بكيف ستقطف الثمار كيف ستقطف الثمار إذا نجح الربيع العربي هذا كثير مهم فلا تتركوها للمؤسسات الغربية أنها هي تقرر فلكن أنتم من الداخل أيها الشعوب العربية يجب أن تقرروا كيف تقطفوا هذه الثمار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله بالربيع العربي وبثورة السورية الكبرى والثورة السعودية الكبرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة